مرحبا بكل متابعين قناة كوك تيبي على اليوتيوب أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوب بيرز انتشرت في الساعات القليلة الماضية إشاعات من طرف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يزعمون فيها خطوبة أو زواج نارين بيوتي من إبل خالتها بسام وتلاها عدد كبير من التعليقات تصدق هذه الأخبار الكاذبة فعائلة نارين نفت وكذبت نهائيا هذه الأخبار بعد تواصل شخصيا معهم وأكدوا على أن علاقتهم ببعض علاقة أخوة لا غير حتى أن الصور ما كان لها علاقة بموضوع الخطوبة أو زواج وكانت صور جد عادية مثل صورهم السابقة مع بعض شو رأيكم بالموضوع؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات أما أسوف شاركت مجموعة من الاستوريهات من كواليس العمل على مفاجأتها الكبيرة واللي أخفتها لمدة أشهر عن المتابعين حيث كانت أسوف متواجدة باستوديو التصوير فهل ممكن تكون المفاجأة؟ عبارة عن منتجات لماركة خاصة بها ملابس أو مكياش أو شي تاني؟ شو رأيكم بالموضوع؟ اكتبوا لي توقعاتكم بخانة التعليقات أما رضا الوهابي فأطلق مبارحة برومو الموسم الثاني من سلسلة رضا جاي واللي كان مزيج رائع من الإبداع والإحترافية حيث راح تكون الحلقة الأولى من السلسلة الأسبوع المقبل بعنوان رضا في دبي أما رغدا فاختفت من على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل الجمهور عن سبب تقصيرها في تنزيل الاستوريهات فشاركت سطريهات بعد عودتها والسبب كان انشغالها بتصوير فيديو كليب قونيتها الجديدة بعنوان قلق مرحبا حلوين عرف اني منزل بوقتي كتير متأخر بس هيك ما بعرف حستها لكتير مقصر بالسطوريات فحبي أحكي لكم شو اللي صار اليوم التصوير كان كتير خلو وكتير ممسوطة كتير متحمسة ما حبت أنزل اشي لأنه ما كنت أحرق لكم موضوع لأنه كنت قردي بالأوتفيت وبالميكوب والهير وهي الأشياء فبس ما كنت حب أحرق أما أنس وأصالة فشاركوا مجموعة من الصور على انستغرام صور جد رائعة توثيقا للحظة ما قبل الولادة فكانت هذه هي النتائج ما رأيكم بالصور مع العلم أن نضل أيام قليلة على ولادة أصالة كم نسبة حماسكم لولادة أصالة وشو رأيكم بالصور اكتبوا لرأيكم بخانة التعليقات وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوب برس أول بأول اشتركوا في القناة